السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام كله. بسمعني معكم الاستاذ الصفاء من قناة يوتيوب. بسمعنا الاول مرة اوجي الفيديو ما ينسى ان تشترك وفعلنا الجرس. احبب اعرفكم في قنوات اخرى عندنا قناة يوتيوب معرفة وقناة يوتيوب ملكة التعبير. الثلاث قنوات مخصصة للوضعيات الانميجية والتعبير والانشاءات والازعارات من دراسية وتقارير ورسائل غيرين من محتوى القناة. اه لا اعجبكم من الفيديو اه حبيث تدعمونا. اه اتمنى منكم ان اشتراك في القناة هذه القنوات. اكتبوا في البحث اي قناة هتظهر لكم. او ما يفتح هذه القناة اسفل الفيديوهات وعنده بديوهات مميزة. هتجدوا اه هذه القنوات تحت الفيديوهات في الصفحة الرئيسية. اليوم متعبير عن المصباح الكهربائي. اه عندي سند تعليمة. سند عارف العالم تطورا علميا وتكنولوجيا كبيرا. اتى الى اختراع التكارات جديدة من هالمصباح. التعليمة تحدث في بضعة اسطر عن هذا الجهاز. واثكر فوائده ومجالات استخدامه. نقرأ التعليمة جيدا. هنتكلم عن مصباح الكهربائي وفي بضعة اسطر ما احددش هو بضعة اسطر. يعني ممكن عشر سطور اسم عشر سطر لا اكثر من ذلك. او ممكن سمان سطور اقل. اقل شيء تمام سطور. عن هذا الجهاز. واثكر فوائده اهميته ومجالات استخدامه ماذا يستخدم في ايه? المقدمة اترك بيض مسافة كلمة. الموضوع اعتبر اترك بيض مسافة كلمة. عارفها العالم طورا علميا وتكنولوجيا كبيرا. ادى الى اختراع ابتكارات جيدة ومنها المصباح الكهربائي. مقدمة هنا انا اه المقدمة ممكن تعرف الموضوع او لمح بسيطة عن الموضوع او ممكن ناخذ من السند ازا وجدناه مناسب. او ممكن استجهاد ازا هناك استجهاد يخص الموضوع او ممكن اسلوب تعجب. انا هنا اه بدون تفكير بدون اه ريحة دماغي ريحة مقي اه في البحث عن المقدمة. انا هنا المقدمة اخذتها من السند طالما السند مناسب ناخذه من السند. اه هو نفسه. عارف العالم تطورا علميا وتكنولوجيا كبيرا ادى الى اختراع ابتكارات جيدة من المصباح. نفس السطرين اخذتوا اه اخذت السطرين وضعتهم وضعتهما في المقدمة. العرض هتكلم عن المصباح الكهربائي. اه مرحوب مني في التعليمة اه ان انا اسكر فواض ومجالة استخدامه وحتكلم عن الجهاز. المرحوب مني حقته في العرض في صلب الموضوع. يعد المصباح الكهربائي من هشار مصادر الاضاءة. وله العديد من الاستخدامات. وتكون من فتيل واسلاك وقاعدة قاصلة. تكون من فتيل واسلاك وقاعدة حلزونية. والغطاء الزجاج. الذي يحمي المقونات الداخلية من التلف. ويستخدم بشكل كبير في وجزء مهم في الحياة. اه في الحياة اللومية. من انارة الغرف واي انارة الاجهزة المستخدمة في المنازل. واخترع اول مصباح كهربائي ناجح تجاريا من قبل المقترع تومس اديسون عام الف ثمانمائة تسعة وسبعون. وحصل على براعة الاختراع في عام الف ثمانمائة وثمانون. اضع نقطة الخاتمة. اه اطرق بياض مسافة كلمة. مثل هنا المقدمة. مثل المقدمة كده. وهنا العرض. بياض ودات المقدم بياض ودات العرض. هنا الخاتمة ايضا بياض. بياض يعني فارغة. هنا الخاتمة. خاتمة هنا اه اسلوب تعجب ولمح اه اه ابدأ رأي شخصي المصباح الكهربائي النارة الظلام ويجعله نورا. فهو جهاز مفيد وعظيم فما اجباله هو ما اعظم. فهو اده. اسلوب تعجب نضع علامة تعجب سطرين. خاتمة سطرين مثل المقدمة. تكلمنا عن المصباح الكهربائي. استخداماته. وتكون من. اهميته. جوزه مهم في الحياة اليومية. اهميته. فوائده يعني اهميته الفوائد. نلتزم بعلمات الترقيم. من فاصلات واسلوب التعجب نضع علامة للتعجب. والنقطة بناية العرض ونقطة بناية المقدمة ونقطة بناية الخاتمة. اه اشكركم على حسن استماعيكم واترككم في رعاية الله. كانت معكم قصة الصفاء من قناة ديوك. اشتركوا في قناة ديوك. اذا تريدوا الاستفادة والتعلم. تبني منكم اشتركوا في القناة. اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.